الشباب الثائر لديهم غذا بإذن الله توجه واسع لحق تقرير المصير في منطقة السنابس ومواجهة معرض الجواهر العربية وهناك تحشيد واسع لهذه الفعالية وأيضا يوم 23 يوم إعلان تقرير البسيوني الذي يريد أن يحوله النظام إلى نوع من يوم عيد كما عمل فرعون لإثبات بطولته ورجولته أمام السحرة ولكن خاب ظنه وتبين أن السحرة انقلبوا عليه أنا أتصور أن يوم 23 سيكون يوم مفصلي في تاريخ البحرين حيث هناك استعدادات واسعة من قبل الشباب الثوري لإعلان هذا اليوم يوم الغضب الأسود والأسود حقيقة تجاه هذا النظام الذي يقتل بدم بارد شبابنا وحرائرنا خمس نساء عزيزات قتلهم هذا النظام الطاغي في البحرين وخمسة من الأطفال وعدد من كبار السن حينما نتحدث عن أطفال وعن نساء وعن كبار في السن فلأنه هذه أشخاص محترمة حتى في الحروب العالمية أنه لا يتقع مثل القتل لهؤلاء هذا النظام متعدي وشرس للغاية وحقيقة هذا الشعب الأبي يرفع اليوم شعاره بكل وضوح أنه يسقط حمد ويطالب بإسقاط هذا النظام ومحاولات زرع القوة وتزريق قوة الموالات له بمثل هذه المناورات لن تنفع مطلقا طيب عن فعاليات ونشاطات هذا الأسبوع سيد جعفر العلوي ما الأبرز في هذه القائمة؟ يعني هو الأبرز حقيقة هو يوم غذب بإذن الله حتى في هذا اليوم هناك دعا الشباب الثوري إلى انتصار الكرامة وتطويق المنامة أيضا بعملية نزول السيارات ولكن غذب بإذن الله ستكون فاعلية كبيرة هناك دعوة من 2014 فبراير للتوجه إلى منطقة المعارض القريبة هي فعلا من دوار الشهداء وأما يوم الأربعاء القادم فستكون كما قلت يوم مفصلي بإذن الله يوم تجدد الثورة في البحرين يوم تم الإعداد له بشكل واسع من قبل هؤلاء حتى أن شعلت تقرير المصير التي دعا إليها 2014 فبراير اليوم دارت كل مدن وقرى البحرين في عملية تستحق التقدير والتبجيل لهؤلاء الشباب الذين رغم الإرهاب والقمع والممارسات القمعية الشديدة بالمناسبة في كل ليلة هناك مداهمات واسعة لبيوت الأهالي في البحرين واعتقالات واسعة هذه أمور تنطقوا في داخل البحرين في المنامة فقط اعتقلوا ما يقارب 15 شابا من النشطاء في منطقة المنامة هذا غير المناطق الأخرى